أكد معالي سيد أحمد بن براهيم المنلى رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين وبقيادة حكيمة من عاهل البلاد المفادة تواصل مسيرة العمل والإنجاز والتنمية والبناء وتعزيز الوحدة الوطنية ودولة المؤسسات والقانون ولن تعيقها التدخلات الخارجية والأعمال الإرهابية من المضي قدما في تحقيق الخير والنفع لمملكة البحرين ومستقبلها ومن خلال انتمائها الخليجي والعربي جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي في الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد صباح اليوم بالعاصمة السعودية الرياضة وأشار معالي رئيس مجلس النواب لأهمية توحيد آلية التعامل برلمانيا مع التقارير الصادرة عن الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية بشأن دول مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ مقترح مملكة البحرين بشأن الاستراتيجية الإعلامية المشتركة للتعامل مع المنظمات الحقوقية والدولية مضيفا أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة الخطورة وتتعرض فيها منطقتنا ودولنا خصوصا إلى مؤامرات كثيرة تستهدف أمنها واستقرارها وإنجازاتها الوطنية والحضارية كما أشار إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه دول الخليج العربي في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط داعيا إلى بذل المزيد من الخطوات المشتركة التي تعزز منجزات مسيرة مجلس التعاون ترجمة نانسي قنقر